احبائي القلب النقي يعني الصدق والإخلاص واستقامة القلب النية الطاهرة توحد القلب يعني القلب الغير مجزة اللي عنده ولاء كامل طاعة كاملة للرب تكريس كامل يعني حياته كلها تحت تصرف الرب فهو خلاص قلبه بيتغير بيصير قلب نقي وقلب طاهر شو المكافأة؟ طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله واو هذا شيء كبير إنك تشوف الرب مكتوب أحبائي ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح فعلا أنت لما لما بيكون انعكاس الرب كما أنه القمر بيستمد النور من الشمس وكما أنه المرآة تعكس فنحن انعكاس لهذه الصورة لهذا المجد عندما نتغير داخليا من خلال نور المسيح فينعكس على الخارج فنتشبه بالرب يسوع المسيح وهذا شيء استمراري من مجد إلى مجد إلى مجد كما من الرب الروح نعاين الله من خلال يسوع المسيح لأنه قال من رآني فقد رأى الآب النقل قلب هو الذي يختبر حضور الرب الرب الدائم المستمر في حياتهم القلب الطيب أحباء القلب النقي هو القلب الطيب لأنه فعلا قلب طيب قلب انظيف قلب مخلص قلب مثل ما ذكرت غير مجزأ عنده تركيز تركيز واحد هو على الرب قدوة في الطهارة وأيضا يعني مثل ما بيقول الكتاب احفظ نفسك طاهرا أو كما يقول في سفر الأمثال فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة خلينا أسألك ما هو حال قلبك قال يسوع حيثما يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك يمكن محتاج تشرخ مثل داوت قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وحد قلبي لخوف اسمك مكتوب أحبائي اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص بصلي أنه قلبك يتجدد اليوم ويعكس صورة المسيح في حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر